اشتركوا في القناة ليهيئه القدر على عين الله تعالى لينقذ هذه الأمة وتستمر في مسيرها لتبليغ النور إلى العالمين حينما كادت عروش الصحابة أن تهد لثقل مصيبتهم في رسول الله التي أذهلتهم في فترة من الفترات احتاجت الأمة إلى رجل مثل أبي بكر ونحن كان نهيئ لهذا هل هذه التربية يسدر بهذا الإنسان ونقول لكم هو أول من آمن أول من سجد أول من دعا إلى الله أول من خطب أول 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 من دافع النبي أول من ابتلي في الله وأول من كان رفيقه في عرض نفسه على القبائل كان نشوف التاريخ سيدنا أبو بكر كيف يهيئ الله تعالى وكان آخر حديث لنا هو كان يخرج معه ليعرض نفسه على القبائل فيكون الخطيب هو رسول الله ويخبر النبي بالقبيل وسادتها ويذكره بأمجادها ويعطيه خلاصة حول معرفته بها وإنبسوا سماعات يقولون هذا النبي فأحدثوه وتكلموا معه وبعد ذلك تتم المفاوضات إلى أن أكرمه الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى في السنة الحادية عشرة وهو يعرض نفسه على القبائل هذا عشر للبعثة إذ قيّض الله له سبحانه عز وجل نفراً ستة في ميناً في أيام التشريق يغاضرون ميناً فيقول النبي على رسلكم كان ذكركم شوية في السيرة والسلام يعني ما رعنا كمّلنا الدور ستاسي على رسلكم فوقفوا فقرأ عليهم النبي القرآن وإذا بهم يتهامسون قائلين لبعضهم البعض هذا هو النبي الخاتم الذي لا زالت اليهود تستفتح به علينا وتقول قد لاح زمان بعثة النبي لا إن بعث لنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وإرم فاتبعوه قبل أن تتبعوا يهود فوزوا بهذا الخير فوزوا بهذا الخير فالله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر الكافر ما كان العرب من الأوسي والخزرج يعرفون نبياً اسمه محمد ولا التاريخ الذي يخرج فيه ولكن لكثرة ما كانوا يكررون ذلك على أسماعهم أرصخ في قلوبهم فلمجرد أن سمعوه يقرأ عليهم وقال احطقا ها هو ها هو ها هو الذي كانت اليهود تتمنى أن يخرج فيتبعونا فيقتلوننا أتريدون أن نسلم عناقنا لإعداء الله من اليهود تبعوه ثم آمنوا به الله بعد كل هذا الجهود ثلاث سنوات تقريبا عام كامل هو يعرض نفسه على القبائل وكل قبيل واسمه تقول هذا ما عرض عليهم مواولو وجدهم يخرجون من منا ولا يعرفوا من أين القوم قالوا من من القوم قالوا من يثرب فقرأ عليهم القرآن فآمنوا اسمعوا واسموا قالوا لسيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا ما رسول الله يشكوا له الآلام التي يتجرعها في المدينة يعطوا له معلومة حول واقع المدينة يقولوا له يا رسول الله لئن جمع الله بك بين الحيي يعني الخزرش كانوا يتقاتلان لردح طويل من الزمن وكان اليهود يستغلون هذه الخلافات فيلقون فيها نيران الخلاف حتى يشتعل الخلاف أكثر لأن اليهود فكرون يعيش في الخوف يقول لك فرق تسوي هذه هي لرها لحد الآن سائرة الأمة كيف فرقوها العديان يفعلون بما يشاءون ولذلك اللي تصفوه يفرق الأمة على مسائل خلافية فهو يقوم بتنفيذ مخططات أعداء الأمة بدون مقابل سواء بوعينا أو بغير وعي احتوخرها إلى بقصيرها ولكن يبدعوا الناس يفسقوا الناس بدل أن يجمع الناس فليست هناك بدعة أشد على الأمة من بدعة تفريق الأمة شو شو الكلام لإن جمع الله بك بين الحيين لتكون المدينة أسعد أرض لاستقبالك شو قولنا مرة روحوا ودعوا لصدر بسمحانه عز وجل وفي السنة 12 ركو تعارف إن شاء الله جاءوا 12 الواحد لأول مرة يتأتي مجموعة فيها الأوس والخزرج لأول مرة عشرة من الخزرج وزوج من الأوس لأول برة في التاريخ ليبايعوا في السنة الثانية عشرة للبعثة بايعوا بيعة العقبة الأولى كتهيئ لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفون سيدنا أبو بكر ما الدروس التي سيأخذها من جديد لتهيئه لمسألة سقيفة بني ساعدة كل شي هذا الشيء يهيئ للسقيفة للمؤتمر لاختيار من يخلفه رسول الله كل شي هذا الشيء لأنه لم يكن أحد من الصحابة قد خضع لهذا النوع من التدريب المكثف عبر كل المراحل وعبر كل الأحداث الخطيرة التي مرت بها الدعوة على عهد رسول الله في مكة وقد نشوفه في المدينة أيضا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء بيعة التي لشوكة فيها لا تشركوا به شيئا حفظوا الدين لا تسرقوا حفظوا المال لا تزنوا حفظوا العرض لا تقتلوا حفظوا النفس لا تأتون ببهتان وهذا العرض ثم لا تعصونني في معروف فارسل إليهم مصعب بن عمير في ذلك العام لدعوة أهل المدينة فكان شابا حكيما داعي إلى الله أول سفير نجح نجاحا ظاهرا في استمالة قلوب سادات الأنصار والخزرج ودخلوا في دين لا يفواج لكي يفاجئوا رسول الله بوفد فيه ثلاثة وسبعين رجل امرأتين ليبايعوا بيعة العقبة الثانية بيعة الجهاد بايعوني زيد على السمع والطاعة في المنشط والمكرى وعلى النفق لنصرة الإسلام في العسر واليسر قضية نصرة الإسلام هذه بيعة نصرة الإسلام سيدنا بكرا كيشوف ننتقل من الدعوة إلى الدولة ننتقل من الدعوة إلى الدولة وعلى الأمر بالمعروف نعلم نكر الدعوة حرية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن تقولوا الحق ولا تخشوا في الله لوم تلائم وأن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأهليكم فبايعوه صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله أذن لكم بالهجرة فقال أبو بكر أتأذنوا لي يا رسول الله في الهجرة قالوا لا لعل الله يجعل لك صاحب أوه الناس القوي هاجروا لكن سيد النبي يريد تربيته في أعظم حدث وسيكون لأبي بكر وعائلة أبي بكر أعظم الأثر في إنجاح أخطر حادث في تاريخ الدعوة ورحمة الله قالوا لعل الله يجعل لك صحيح ففهم أبو بكر أن النبي لم يأذن له كما أذن للصحابة بالهجرة لأنه يريد صاحبا له في الهجرة فراودته نفسه واشتاق واحترق قلبه اشتياقا لكي يحظى بشرف صحبة النبي في الهجرة أشدار هو أشدار سيدنا بكر أشدار سيدنا بكر أشدار وقال سلوس مدار من الذي هان بدأ يعملوا في البيت اشتغل اشترى راحلتين يهي شوف للناس شوف المبادرة اشترى راحلتين وعلفهم زيان يعدهم ليحدث الهجرة شوف شوف للناس كل شيء واحد تبقى عليه وعلى الله يجعلوا يجعلوا كصاحب لي ويمشي أعطي هالنعاس شوف السيد شوف 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 المبادرة شوف المبادرة يا سيد الرجال لم ينتظر أن يأمره فاشترى راحلتين وقال يعلفهم خصيصا لهذا ثم ثانيا زيان اختار رجلا خريتا نصراني عبد الله بن أريقط وقال له حينما يؤذن لنا بالهجرة فأنت رجل يعرف المسالك وتستطيع أن تسلك بنا طرقا لا تعرفها قريش حتى تكون هجرة النبي شوف استأمن واستأمن واستأمن ثم بعد ذلك قام رضي الله عنه زيد بتنوير وتوعية أبنائه على هذا الحدث فقال لي اسماء هذا دورك ولعبد الله هذا دورك ولعامر بن فهيرة الراعي هذا دورك ولعائشة هذا دورك أوه يا ربي يا ربي يا ربي هذا هو رئيس الدولة هذا الرئيس منظر هذا رئيس هذا هذا منظر كرة رئيس هذه إدارة هذه حسن الإدارة هذا التخطيط هذا الرؤية سبحان الله هذا رجل ليس كباقي الرجال سبحانك ربي سبحانه فقام به كل هذه الإجراءات وسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى كيف سينفذها وكيف سيكون التنفيذ لأن هناك من يحسن التخطيط ولا يحسن التنفيذ وهناك من يحسن التنفيذ ولا يحسن التخطيط يخص واحد يخطط يعني يخص واحد المجموعة ما اختصت تخطيط واحد المجموعة لا هو كلش سنرى أنه له رؤيا ويخطط وينفذ وبدون أخطاء وبدون أخطاء فبدأ الناس يهاجرون وأبو بكر تراوده حلم صحبة النبي في الهجرة فهاجر كلهم وكل من يستطيع فاستبقى عاليا وتعرفوا هلاش أبقى عاليا هلاش لقي يرد الأمانات إلى قريش تخيلوا معايا هؤلاء يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدون عليه وهو يفكر فيه كيفية يرد الأمانات إليه يعني شوفوا لذا شوفوا لذا المسألة نحن تكون الأمانة يا وزيد بلما يديروا لكي الناس وقالوا يعني أنت تخون أنت مهيئ باش تخون يعني خيان كيف يمكن لأمة والعياذ بالله أي مسؤول يخون الأمانة كيف ستأول حالتها ستسلم هكذا لقم سائغة في أيدي وفي أفواه أعدائها كما هو حال هذه الأمة اليوم خيان بزاف خيان بزاف هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يجريوا مرة وقتلوا له بنته يعني أحواج بالزهب 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 ومع ذلك هو يفكر قبل أن يهاجر أن يستأمن رجلا لا يلحق به حتى يؤدي الأمانة هو علي بن أبي طالب ولذلك قال له أنت ما تشيش أنت عندك مهمة فلما اجتمعت قريش يا كاس في دار الندول لأن دولة قريش كانت اسمها دولة علمانية فيها الديمقراطية فيها حرية الأفكار في البرناة ما انتحهم اجتمعوا وقالوا الآن أصحاب محمد هربو لقد وجدوا أرضا وهيئ محمد أرضا تخيل معلو أن محمد سيلتحق بهم سيكون منطلق عياذا بالله لتلك الدولة وسيجد عصبة وسينشيوا وسمه 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 جيشا وسيخزون هنا ماذا عشانا نفعل فتداولوا فقال أحد من السجنه فقال أبو جال تسجنونه أرائتم إلى حلاوة لسانه قد يجد هناك من يستمع إليه ويتأثر به في السجن لا 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 قالوا ننفيه من الأرض قال لا ترون إلى أن كلامه ينزل كالسحر على قلوب الناس فيفرق بين المرء وزوجه ألا تروا أنه سيؤثر في الأقوام وإذا به سيجد عصبة وهو يبحث عن عصبة أو هو يأتي إليكم بجيش يغزوكم في مكة قالوا نقتله قال كيف نقتله لعل قريش وخاصة بني هاشم إذا قتلتموه هل ستترككم بني هاشم لا تقتلنكم ولا تقاتلنكم ولا تسيل الدماء فيتكلم الشيطان وكان حاضرا هذا الشيطان كان حاضر في سورة سراقة ابن مالك بن جحشم فيقول أرى يا أبا جهل يا أبا عمر بن هشام أرى أن نختار من كل قبيلة زيد شابا قويا سلطا ونعطيه سيفا حادا فنهجم عليه هجمة رجل واحد فنضربه ضربة رجل واحد فنقتله فيتفرق مدمه في القبائل فلا تستطيع بن هاشم أن تحارب كل القبائل وحينها ستقبله بقبول الدية ستقبله بالدية نخلصه وهكذا العديا دائما ضد الإسلام يجتمعون في أحلاف حتى يتفرق قدم المسلمين في لأن أمريكا لا يمكن أن تحارب الأمة إلا بأحلاف وكا يقول لهم شوفوا نحن لا نريده منكم أقوالا نريده منكم أعمالا وأفعالا وذلك يا نعمة سيدي التنسيق المخابراتي والتنسيق العسكري من رجلك أنت يا مسلم ما يحضر واحدة وحد يحضر غير مسلم لأن هذا الحرب التي تشن من قبل هذا الحلف الآن لأنه ما عرفت أن الإسلام هو الوحيد الذي سيعيش وهو الذي سيقف في وجوههم سبحانك يا ربي سبحانك 14 القرن وقحض الحروب وهذه الأحلاف وباقي الإسلام سبحان الله ما أعظم هذا الدين إن للدين رباً يحميه الآن أسبو قرروا قالوا أسبو نقتله فانتقلوا إلى قتل القيادات لأن أخطر شيء هو قتل القيادة كما يقع الآن قتل الصف الأول من القيادة والصف ثاني والصف ثالث باشي تين موكين قتل القيادات خس نستهلا في القيادة نتاح احنا القيادة دعني شكل يقتلهم الخاوة أحمد ياسي ما للذي قتله الخاينين عبدالعزززر ديسي شكل قتله الخاينين يحيى عيّة شكل قتله الخاينين عبدالجزايا الأمير عبدالشكل الخاينين البيعة القادة دي الأمة كلهم كلهم ينجحوا ينجحوا ولكن ولكن يسقطون في فخ الخيانات دائماً هكذا الله إذن نبي صلعصب معرف بالليلة قديد تقتل خبره جبريل قال له لا تبيت في تلك الليلة ثم أوصى عالياً أن يبيت في فراشين معروف هذا شيء وجاء هؤلاء كما تعرفون في تلك الليلة تنفيذ الأمر جاءوا إن شاء الله تبارك وتعالى وحدث الذي تعرفون وإن نبي صلعصب في تلك الليلة واسمه في النهار المورا واسمه خرج في يوم في القائلة في نص نهار ولم يكن أبداً عليه الصلاة والسلام يخرج في مثل ذلك الوقت وخرج متقنعاً ومعنا متقنعاً مختافياً ياك ودار واسمه واللثام الراس واللثام للزيادة في التخفي يعني في الوقت اختار الوقت اللي ما يتحركوش فيه الناس كان دار صباح فانياً واسمه دار مشا متقنع ودار الأخر فدخل على أبي بكر فقال أخرج أهلك نظله كان سيدنا أبو بكر جالس على وعد السرير فقام أبو بكر من سريره وجلس النبي مكانه وكانت في معائشة واسمه وعبد الله فقال له أخرج أهلك يا أبو بكر قال إنهم أهلك يا رسول أرني وجدتهم وهي ودي وهي ودي أرني وجدتهم قل فإنهم أهلك قال أمرني ربي بالهجرة قال والصحبة قال والصحبة قالت عائشة فوالله ما علمت أن ثمة من يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح يبكي لأول مرة عائشة عائشة لأول مرة تعرف أن هناك من يبكي من شدة الفرح هذه ما كاش تعرفها تماما يعني سيدنا أبو بكر فرح أن الله اختاره من دون أصحاب النبي كلهم أن يدخل إلى مدرسة الهجرة وأن يساهم فيها وأن يمر من كل العرقل والعقبات التي وضعت في طريقهم وسينام في الغار ثلاثة أيام وسيخرج في رحلة صعبة وسيرى العجب العجاب ويرى صراق بن مالك بن جحشم وهو يطاردهم همته أن يحصل على مئة ناقة تلك الجزية أو الجائزة التي عدهت قريش لمن يأتي برأس محمد حيا أو ميد قال له الصحبة فبكى أبو بكر الصديق ثم قال له يا رسول الله إني قد هيت شو قد هيت راحلتي آه الله أنا وجده لك ها هي راحلتك يا رسول الله قال له الثمن الثمن أنا أخلص ديالي شوف أنا راحلتي أخلصها قال له الثمن ما عليش ثم آتاه بعبد الله بن وريق قال له هذا غلام سهمي نصراني استأجرته لمثل هذا فأعطاه الراحلتين وواعداه أن يأتي إلى هذا المكان فين بعد ثلاثة أيام حتى يهدأ الطلب كنش مخطط كنش مخطط فأخذ عبد الله بن وريق هاتين الناقتين إلى مكان لا يعرفه أحد ثم خرج رسول الله فوقاش جمع في الليل في الليل الجمع حتى أظلم فخرج منين 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 خرج منين خرج من خوخة وراء دار أبي بك لم يخرج من الباب الاعتيادي خرج من باب وراء المنزل خوخة وراء منزل أبي بكر زيادة في التخفي وبدل أن يتوجه إلى الشمال حيث توجد المدينة والشام خرج في اتجاه الجنوب كان سيد نبي صلى الله عليه وسلم عنده مخابرات وكان عرف العقلية ديالي قريش دار صحى صلى الله عليه وسلم ولم يخبر رسول الله أبا بكر التوجه الذي سيتوجه ما قالش غادين فيه قال له نخرج من هنا فين غادين مشي لم يسأل التلميذ النبي إلينا ذهم الله أكبر الله أكبر ما قالش هرحنا غادين يمشي يسعى ما لها الدعوة مننا عشي يمشيوننا ثم وزعت المهام أما عائشة رضي الله كانت صغيرة كانت تقوم بالدور الإعلامي هي التي روت الهجرة قيضها الله لكي ترويه للأمة إلى آخر الزمن هذا الإعلام هذا هذه محطة إعلامية دائما عن عائشة قال كذا يعني من النساء الإعلامية كانت صغيرة ولكن كانت لبيبة وذكية وذاكرة ذاكرة تسجل كل شيء رضي الله عنها وأرضاه عائشة الصديقية بنت الصديق حبيبة رسول الله زوجته في الجنة في الفردوس الأعلى هذه المرأة طيبة المباركة أمنا التي يسبها أراضي للقوم أما أسماء أسماء رضي الله عنها فقد هي أهل قدر وربها أبو بكر شو شو الأبو بكر دولة دولة أبو ربها على من على الشجاعة وكانت حامل من الزبير ابن العوام حامل بعبد الله ابن الزبير وستلده في الهجرة ويكون أول مولود في الإسلام في المدينة بعد الهجرة كانت حامل رضي الله عنها ما الذي كانت تقوم به كانت تقوم بدور التموين تذهب إلى الغار هناك غار ثور حيث سيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذوا إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المأونة وكانت في ذات مرة يعني أرادت إن شاء الله أن تجهز النبي صلى الله عليه وسلم بالمأونة من جاء وخارجين جاء وخارجين قلت مستنوا 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 فجاءتهم باش بجراب فيه طعام فلم يجدوا كيف يتعاملون مع الجراب فقامت إلى نطاقها النطاق هو الحزام كانت تعريضا كانت ديها لمرأة فشقت النطاق نصفين فربطت فم الجراب الذي مولئ بالتموين باش يتعلق في الناقة والأخر وتمنطقت بالنصف الآخر فسماها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أسماء ذات النطاقين وقال إن الله تعالى يبدلك بهما نطاقين في الجنة يعني من هنا شهد لها رسول الله بالجنة من هنا رضي الله عنها وأرضاه من أهل الجنة عمل موقف موقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه فخرج رسول الله وصاحبه في الليل حتى وصلا إلى غير ثور الله أكبر التلميذ لا يسأله أستاذه والأستاذ لم يبلغ صاحبه شو الوجهة التي تجيهني إليها شو ند بيس لازم كان عارف في الرغادي يمشي وعارف الغار وذاك الغار واسمه عنده عنده مدخل ومخرج ودايما في الحروب في الحروب القائد من طاع المنطقة كي يكون عنده مثلا شيء مكان اللي وجه به الجيوش كي يكون عنده مداخل متعددة عمره ما يكون في مكان عنده مدخل واحد عمره القائد العسكري عمره ولي اختار النبي صلى الله عليه وسلم غار عنده زوج جل البيبان باب من هنا وباب حتى إذا فوجئ بأعداء الله يدخلون من الباب يخرجوا من الباب الآخر فيفوت عليهم الفرصة كل هذا كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ كل هذه الأسباب فقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار هناك تشوف الحماية دي القائد هذا الفرق من بين الصحابة وبين صدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم قال له لا لا تدخل يا رسول الله لا تدخل يا رسول الله قال له أما أنا أنا شخص عادي إذا لا دغني عقرب أو حية وميد أنا شخص عادي أنا لا متمكش لكنك أنت رسول الله حاملوا الداء حميوا شيء الدعاة لله لا تعرفوهم عياذا بالله ها للفتنة حميواهم يعني ما شاء الله أنا غير شيء مختلط يعني أنا ما داعية موالو غير بغير ندرجع علي شيء مختلط تعطي لي شيء السئلة وش موية السئلة ما عندها لم تنفع ولا كل مقصود أنت حاوز مهو يبغي يطيحك يعني بحال لي ما يباقيكش ما شده بذرح تتعل الكلام ما تقولوش والله العظيم كين شيء يصغيح هكذا يعني يعني سبحان الله قالوا لا يا رسول الله لا تنزي بس مكين نشوفو لعل وعسى يكون هناك خطر داهم وهذا الخطر الداهم إذا أصبني أنا بشر أم يملي أم يألاف لكنك أنت يا رسول الله حماية القائد العدينا بغاو يقتل القائد والأمة التي تريد التمكين للدين تحفظ القائد فالأمة مصيبتها في القائد آه والذرع لها مصيبة الأمة في القائد الصادق الذي لا يخونها ولا يبيعها ولا يتأمر مع عداء الله ضد هذه الأمة وضد هذا الدين مصيبة في القائد ولذلك قال واحدة ليهودي في التسعينات قال لهم إذا زيد أعيتكم المقاومة فإن أفضل وسيلة للقضاء عليها شكون هما شكون هما حكاموها هما أحسن هما هما يعرفوا عندهم مخابرات دينهم وكذا هما يقضوا لكم عليهم قال ما شقاش تخسروا شي عاجة شو هالكلام هذا قالوا هما شو نحوله هالأخوة سي الله بله إذن فنزل أبو بكر الصادق وشهد هذا الشي غيره نعودوا للسيرة والسلام لأننا المقصود أن تعرف هذا الشيء واسمه هو المهم المقصود أن تعرف هذا الشيء ما هو المهم تدريه تربية تشكون الخليفة الأول الخليفة الأول تكون عارف لأن الخليفة الأول مره من كل المراحل كل المراحل فنزل أبو بكر الصادق لك تعاله فكان يضع في كل جحر الغار هاك قد هاك بحال الغار يتدخل منه والحجر وتزيد وكي الخرج منه هاك ذا دي ها إذا كان الجحر الجحر زاف الجحر زاف فكان رضي الله تعالى عنه بس ما يدي عمد إلى ثوب وصار يقطعه أجزاءا ويضع كل جزء على جحر من الجحر حتى إذا نام النبي ثلاثة أيام ينام مرتاحا يحول بين ما في الجحر إن كان ما في الجحر من خطر ولما انتهت تلك القطعة من القماش قطعها إربا إربا ووضعه بقي جحر واحد فوضع أبو بكر الصديق أصبعه هكذا على الجحر قال نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله ما سنوش بشي بل علىه شوفوا اللي حكمات تعصيدا ربي بشي تعرفوا لهذا السيد هذا هذا حبيبنا أبا بكر اللي ربي قيضوا يا الله قال نزل يا رسول الله فنزل رسول فنام في حجر أبي بكر ذاك الليلة دي الجبعة بشي صباح السبت نام في حجر أبي بكر وبينما هو كذلك إذا بأسود يلدغ ذلك الأصبع ذاك الجحر الوحيد الذي لم يجد ما يسده به إلا أصبعه أصبع تعرج الكبير لدغ ولما لدغ إذا بسم الزعاف يسري في أوصاله فصبر ولم يورد ولم يشأ أن يوقض حبيبه وصلاح يسعد حتى سالت من شدة الآلام عرق ساخن على وجهه وما كان يوده أن يفعل ذلك فاستقظ أن بقربه باكر قالوا بي أبي أنت وإم يا رسول الله لدغني أسود قال لما لم تخبرني قال يا رسول الله فقتل الأسود وتفل في أصبعه فكأنما نشط من عقال المسألة دينا واسمه إياه واسمه إياه واسمه إياه واسمه إياه المسألة دينا حماية القائد فهو أحرص الناس على حماية القائد أنا أتخيل وكان ما كان أبو بكر صديق كان شي وعد أخر أيمكن أن يفعل هذا الله أكبر بل في الطريق إلى الغار كان يعمل عملا تعجب له رسول الله يمشي أمامه ويعود إلى خلفه وعن يمينه وعن يصار قال لي مثل لي ما تفعلوا هكذا يدر عليه قال له هاجس يخبرني أن خطر يترصدك في الأمام نزيل قدام هاجس آخر يهجم عليه أن هناك من يطلبك من وراء يقول لي اللور هاجس لي من وهكذا كان يضوع لم يختره الله للصحبة شقبت ح Thom는 هاك يا الناس مش هاجلت خدم الدين قول الله ألللا رحمة لي كت essen مش هاجكلت ماذا ل لا رحمة dir لي حماية هذا الدين والدعوة إلي وتبليغة لها بيتك و جيرانك وأحبابك أغ Pasar شي صعبت يأذي تسمع عن السيرة تع سيدي الرجال هل تحملوا هذا اللهم؟ حملت شيء لهذا اللهم وقلت لي وصلحت ما بين العائلة المتدقة ودفعت على الحقنط على المظلوم في العائلة يا شوف أخو يا فظل هناك الجمعة بات الصباح السبت ياك ومكة تهيج وتموش وتبحث كهذا يعني الجن جنونها فما الذي حدث؟ عبد الله بن أبي بكر ما شكا يدير؟ ما شكا يدير؟ يمشي في الليل يخبر النبي بكل ما يسمع في المدينة في النار ويبقى معالي الكامل حتى اللفجر ويجي لي ليصبح عندهم حتى يظنوا أنه بات فيه تخيل معي ما ينعس لليل ولا نهار تلتيان هذا الرجل هذا كان جهاز مخابرة متنقل جهاز مخابرة متنقل وعامر بن فوهيرا هذا راعي بك إحنا الرعي يقول هذا راعي وصف ولكن هذا راعي يدير لأبو بكر اعتقه أبو بكر ما شكا يدير؟ يمرر أغنامه على لأن ذك لقيت الآثار اللي كانت واسموية في المخابرة طغير الآثار تعلم ماش بحال اليوم كاين السلكي والسلكي والدبارك الله على المسائل تقدمت مزاف لا كانت هذي كان يمرر أغنامه يعني يصرد أو يحلب أو يذبح أو يشوي أو يسجد الماكنة المصلحة ويولي تورنعو بإحكام ومع ذلك وصل المشركون إلى فم الغار ما هذا لي؟ ووقفوا على فم الغار هو في مسند الإمام أحمد أنهم رأوا هناك عنكبوت نسجت نسجت بيتها على فم العنكبوت هناك من يضعف هذه الرواية ولذلك قال قائلهم لو كان هذا الغار في أحد ما نسجت العنكبوت يعني لكن شي وحدين يقولون ليصدر بك الجنود لم ترواها الجنود الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لقذف السكينة في قلبي النبي وصاحبه وما لم يروا على كل حال نحن هذا كل شيء مشي هذا هو المهم فوقفوا عند فم الغار دار كل شيء الأسباب ومع ذلك وقفوا على باب الغار وهنا الذي يحمي القائد ويخاف على القائد يبكي يبكي فقال له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا وهو يتبول وعدها من المشرك يتبول ومشهول لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا وهنا تنطق السكينة ويحوز أبو بكر هذا الشرف الذي لم يحوز أحد من العالمين ليبقى مخلدا في كتاب الله إلى أن تقوم لا أحتى يوم القيامة يبقى يقرأ هذا القرآن يبقى دايما قال له لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر بثنين الله ويا بيزوش لا يزوش بثنين يسيد النبي وأبو بكر العالمين الله ثالثهما فيخلد ربك فيخلد ربك هذا الحوار في آية هي قمة الإعجاز يتحدى بها الله كل من وقف يتفرج على الإسلام يعتدى عليه ولم يفعل شيئا لا ينصوه بقى هذا الغير هذا الخاوية لا يبقى هذا لا يحتاج حاجة اللي ينصر به الإسلام لا في نفسه لا في دار ولا والد فيخاطب الله الدنيا الدنيا وخاصة من أتباع هذا النبي يقولون إلا تنصروا إلى ما نصرتوش إذا 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 تركتم نصرته إذا تخليتم عن نصرته إذا تكسلتم عن نصرته كاللي يتكسل على نصرت الدين كاللي يتخاذل كاللي يتأمر يعوذوا بالله على يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يعني كلام قالوا إلا تنصروا الإعجاج إلا تنصروا ياك أخي لككسالة ما بغيتش تنصروا الإسلام ياك أعطي غير الناس ياك انتها خاذر الإسلام ياك انتها عندك باش تنصر الإسلام وما قلته ياك تشوف الإسلام يتذبعه ما تلتواله ياك ياك إلا تنصروه هذا أمر لمن هذا تحذر لمن لأمة النبي ليوم القيامة ويتنصروه شكون هو هو شكون هو 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 الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينصر الإسلام لها الهلمة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي يمشي والقرآن الذي يمشي وما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشخص تحق عليه السنن والله التي أجراها في الخلق وهو الموت أفا إما تأقوا تنقلبتم على عقابكم بكم اللي لا تنصروه ما تنصرش الإسلام تخاذل تكاسلت ما حظراش عندك تماما أن الدين رك تعيش من أجله ما حظراش عندك يا من تسمعني ألا يحظر عندك أنك مكلف من رب العباد نصرة الإسلام بما تستطيع وحسب ما عندك من وسائل اللي لا تنصوه فقد نصره الله شرف لك أن تكون في سلك من ينصر الإسلام أما الإسلام منصر ينصره الله وإن تتوله يستبدل قوم غيركم ولا تضره الشيء وراء مقبل واسمه واجهت الآية التحدي تعرفوا الآية المقبلة واسمه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم يعذبكم ويستبدل ولا تضروه شيئا والله عليكم إلا تنصروه إلا تنصروه فاخذ نصره الله الله غاني عليكم والدين الله هو الذي وعد به ومن أصدقوا من الله قيل وما نوفى بعدي من الله كما يقول ذاك النبو يسير الله جزيبا خير كي يكرروا أحد الكلمة دائما يقولهم دائما هالكلمة كيكررها راتب النبو يسير في الدرس تعالى يقول لزوال السماوات والأرض أهونوا عند الله من أن يخلف وعده لعباده المؤمنين تزول السماو والأرض وما يخلفش الله لوعد وما نوفى بعدي من الله من يقولك ربي كايش واحد اللي يوفي بالعهد بصيدة ربي ربي راه وعدكم باللي راه ينصر هالدين شرف لك أن تنخرط في سلك ناصره أما إذا حت ولدت يعني كما يقولون موقف وسط أولا مش تلجيها المعادية تشق الله ورسوله أنت الخاسر أنت الخاسر شرف لك زين أن تنحاز إلى هؤلاء وقامت دير وقامت حبهم ادعينهم الله وقامت دير وقامت ما تنحاز ما تنحز في الدعاة ما تنحز تحفر لهم ما تنحز لهم لاش شرف للمسلم زين أن ينحاز أن ينحاز إلى هؤلاء فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم وشاءت الأقدار ونحن نتحدث في سلسلة بين يدي الصديق أن يكون هذا الدرس بدون تخطيط منه يعني يأتي في أيام الهجرة يشاء ربك بدون تخطيط أن يأتي مناسبا لأيام الهجرة يعني هكذا جاء جاء هكذا مناسبا ولذلك ننتهي بهذه الآية لكي نلتقي في اللقاء القادم إذا كتب الله ربك هذا اللقاء لنتحدث عن مزية الصديق ومن الذي أخذه في هذه المدرسة تهيئة له ليوم السقيفة تهيئة